أيضاً يسأل الأخ بسام عن صلاة المنفرد خلف الصف صلاة المنفرد خلف الصف عند جمهور العلماء طبعاً هو المنفرد إما أن يكون مختاراً للانفراد وإما أن يكون مضطراً له يعني مرات الصف كله مسكر ما عنداش وين يوقف في الصف ما فيش خلل في الصف ما فيش فرج فهذا يضطر أن يقف وحده هذا صلاة صحيحة بالإجماع ما فيش خلاف على صحة صلاته لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم فهو لم يجد فرجة في الصف يعني لكن إذا كان تاركاً لفرجة موجودة فرجة وهو صلى بروحة فهذا فيه خلاف بين العلماء والجمهور على أن صلاته صحيحة صح ما أداش المطلوب منه من تسوية الصف والتراص والسد الخلل لكن صلاته صحيحة وبعض الحنابلة فقط يقولون بأن صلاته باطلة في رواية عن الحنابلة أن صلاته باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف والجمهور يحملون على أن لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف بدليل صحة صلاة المنفرد في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عندما يعني ركع النبي صلى الله عليه وسلم فركع في آخر المسجد ثم ذهب يدب راكعا والنبي صلى الله عليه وسلم سأل من فعل هذا فقال أبو بكرة رضي الله عنه أنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد يعني أنت حرص على الإدراك الجماعة لكن لا تعود لمثل هذا تجي للصلاة بشوي عليك لأن توصل الصف فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا لكن أن تجي تجري وتصلي تركع في آخر الجامعة وبعدين تلحق هذا لا ينبغي لكن مع هذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وقال أنت صليت منفرد خلف الصف فيذلك الجمهور يقولوا الصلاة صحيحة